بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله ومن ولاه وبعد مشاهدي الكرام أبناء الطلبة والطالبات للشهادة الثانوية الأزهرية سلام الله عليكم ورحمته وبركاته ومرحبا بكم وأهلا مع شرح الفقه الشافعي للمرحلة الثانوية ونبدأ أول موضوع لنا وهو موضوع الخلع الخلع أبناء وبناتي نبدأ بتعريفه أولا هو لغة مشتق من خلع الثوب لأن كل من الزوجين لباس للآخر فهذا يسطر هذا وهذا يسطر هذا قال الله تعالى في كتابه العزيز هن لباس لكم وأنتم لباس لهم فكأن الزوجة بمفارقته لزوجته نزع لباسه وكأن الزوجة بمفارقتها لزوجها نزعت لباسها وتعريف الخلع شرعا أبناء ومناتي هو فرقة بين الزوجين ولو بلفظ مفاداه بعوض مقصود راجع لجهة الزوجة أبناء وبناتي لا بد لنا أن نقف لحظات مع هذا التعريف عندما تحدث فرقة بين زوجين ولو كانت بمفاداه بمعنى أن تفتدي المرأة نفسها من زوجها بأن تتنازل عن مهرها أو تتنازل عن قائمة منقلاتها أو تعطيه مالا من عندها لتفارقه لأنها لا تستطيع المعيشة معه فهذا يسمى خلع وطبعا المفاداه التي تدفعها الزوجة أو تتنازل عنها أو تفتدي نفسها بها إنما هي مقصودة في هذا الحكم الشرعي وهي إنما تعطى للزوج ولا يكون من الزوج للزوجة ننتقل بعد ذلك أبنائي إلى حكم الخلع وحكم الخلع أنه جائز على عوض معلوم وخرج بكلمة معلوم العوض المجهول كثوب غير معين فيقع بائنا بمهر المثل مشاهدي الكرام الخلع طبعا جائز شرعا وهو حلال ولا حرمة فيه ولكن لا بد أن يكون فيه عوض تفتدي المرأة نفسها به وهذا العوض لا بد أن يكون معلوما أي محددا في الكلام بالنص لكن لو كان العوض مجهولا بمعنى أنه غير محدد كأن قالت خالعتك على ثوب وأطلقت كلمة ثوب فقد وقع الخلع فعلا ولكن لا يقبل هذا الكلام في العوض بل ساعتها يتم الخلع على مهر مثلها من النساء أما إن حددت فقالت على الثوب الأبيض أو قالت على الثوب الجديد أو ما شابه ذلك صح الخلع على هذا العوض إن شاء الله تعالى ما الدليل على جواز الخلع؟ الدليل قول الله تبارك وتعالى فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا أحبتي في الله الآية القرآنية الكريمة تعلمنا أن الرجل لا يصحل له أن يأكل من مهر زوجته أو من صداقها أو من مالها شيئا إلا إذا طابت نفسها عن هذا الشيء لأن الأصل أن الرجل هو الذي يطعم زوجته وليست المرأة هي التي تطعم زوجها فإن طابت نفسها عن شيء من مالها أو صداقها أو مهرها جاز له ذلك إن شاء الله تعالى والأمر بالخلع جاء في خبر الإمام البخاري في امرأة ثابت بن قيس بقول النبي صلى الله عليه وسلم لها عندما طلبت أن تخلع زوجها فسألها النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أعطاكي قالت أعطاني حديقة فقال رد عليه حديقته وأرسل إلى ثابت وقال له اقبل الحديقة وطلقها تطليقه وهذا هو أول خلع وقع في الإسلام فلم يكن قبل ذلك خلع ما هي حكمة مشروعية الخلع أحبتي في الله إنه لما جاز أن يملك الزوج الانتفاع بالبضع والمقصود بالبضع إنما هو الاستمتاع بزوجته أي بفرجها لما جاز للزوج أن يمتلك الانتفاع بهذه الزوجة من خلال بضعها بعواض وهو المهر الذي يدفعه لها أو مؤخر الصداء جاز له أن يزيل ذلك الملك وتفارق المرأة زوجها بعواض أيضا كالشراء والبيع فالنكاح كالشراء فكأن الرجل عندما نكح امرأته ودفع لها المهر اشترى الانتفاع ببضعها والخلع كالبيع فالمرأة عندما دفعت للزوج صداقها أو مهرها أو ما أعطاها فكأن الرجل اشترى منها وهي باعت له وأيضا أحبتي في الله من حكمة مشروعية الخلع أن فيه دفع الضرر عن المرأة غالبا ولكنه مكروه لما فيه من قطع النكاح الذي هو مطلوب الشرع لقول النبي صلى الله عليه وسلم أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق مشاهدي الكرام إن المرأة قد تتضرر بوجودها مع هذا الزوج كأن تكون معاشرته متعبة كأن يكون خلقه سيء كأن تكون لا ينفق أن يكون لا ينفق عليها فلتضررها بمعيشتها مع هذا الزوج هي تريد فراقه فيحل لها أن تفتدي نفسها وتخلع نفسها منه بهذا العوض الذي تدفعه وإن كان مكروها لماذا؟ هو حلال وإن كان مكروه لماذا يكره؟ لأن الأصل الذي شرع الله سبحانه وتعالى النكاح من أجله حتى يتعاشر الناس حتى يتآلف الناس حتى يتعامل الناس حتى يحدث التناسل فيتم تعمير الكون ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أبغض الحلال إلى الله تعالى الطلاق طبعا الخلع جائز كما قلنا إلا في حالتين لا يكون مكروها فيهما الخلع إذن فالأصل في الخلع أن يكون حلالا جائزا وهو مكروه ولكنه لا يكره في حالتين الأولى أن يخاف أي الزوج والزوجة أو أحدهما أن لا يقيم حدود الله بمعنى أن تخاف المرأة أن لا تعطي الزوج حقها حقه وتقصر في معاشرتها له أو يخاف كل منهما ففي هذه الحال لا يكون الخلع مكروها الحالة الثانية أن يحلف الزوج بالطلاق الثلاث على فعل شيء لا بد له منه كأن يقول إن لم أفعل كذا فأنت طالق ثلاثا فحتى لا يطلقها ثلاثا وتحرم عليه فيجوز أن يخلعها في هذه الحال ثم يفعل الأمر الذي حلف عليه حتى يهرب من الطلاق الثلاث وحينئذ يكون الخلع ليس مكروها بل يكون مباحا ما هي أركان الخلع مشاهدي الكرام إنها خمسة الزوج الذي سيقبل العوض من زوجته والزوجة التي ستدفع العوض لزوجها يترتب على هذا الخلع خمسة أركان الركن الأول ملتزم للعوض وهو الزوجة وبضع والمقصود به فرج المرأة أو جسدها أو الزوجة وفي هذه الحال نقول إن ملتزما العوض قد يكون أبوها أو أخوها أو ولي أمرها والعوض وهو مؤخر الصداق أو المهر أو ما يدفع والصيغة وهي الكلمات التي تقال عند الخلع والزوج وهو الذي يخلعها أو ويقبل منها العوض مشاهدي الكرام يشترط في الزوج الذي سيتم الخلع على يديه صحة طلاقه بمعنى أنه يصح أن يطلق المرأة فإن كان لا يصح منه الطلاق لأنه مجنون فلا يصح منه الخلع لكن يصح الخلع من المحجور عليه بسفة لأن المحجور عليه يصح منه الطلاق ويدفع العوض لمالك أمرها من سيد وولي ويشترط أيضا مشاهدي الكرام في الملتزم الذي سيقوم بدفع العوض إطلاق تصرف مالي فإن كان الملتزم أباها أو أخاها أو ولي أمرها أو من وكلته لو أطلقت له التصرف في مالها صح له أن يدفع وأن يخلعها أحبتي في الله ما هو أثر الخلع تمتلك المرأة المختلعة التي تخلع زوجها بالخلع تمتلك نفسها والمقصود بكلمة نفسها أي بضعها الذي استخلصته بالعوض ولا رجعة للزوج عليها حينئذ بمعنى لو قال لها خلعتك أو قال لها أنت طالق بسبب الخلع لا يصح له أن يراجعها ولو في مدة العدة لماذا؟ لانقطاع سلطته عليها بالبينون المانع من تسلطه على بضعها فإنها بانت منه بكلمة الخلع ولا يحل له أن يستمتع بها إلا بعقد نكاح جديد بشروط جديدة وأركان جديدة ومهر جديد لا بد من توفر ذلك كذلك من أثر الخلع يصح أن يكون عوض الخلع قليلا أو كثيرا دينا وعينا ومنفعة لعموم قول الله تعالى فلا جناح عليهما فيما افتدت به فالله سبحانه وتعالى مشاهدي الكرام قد أطلق في هذه الآية الافتداء ولم يحدد الافتداء كثير أو قليل لم يحدد في هذا الافتداء كبير أو صغير لم يحدد فيه أن يكون دينا عليها في ذمتها ستقول تقول له سأدفع لك أو أن يكون مدفوعا فوريا عينا ما هي أحكام الخلع لو قال الزوج لزوجته إن أبرأتيني من صداقك أو من دينك فأنت طالق فأبرأته وهي جاهلة بقدره لم تطلق لأن الإبراء لم يصح فلم يوجد ما علق عليه الطلاق ولو خالعها على ما في كفها ولم يكن فيه شيء وقع الخلع بائنا بمهر المثل على الأرجح مشاهدي الكرام إن من أحكام الخلع أن الرجل لو قال لها لو أبرأتيني من مهرك الذي علي أو من مؤخر صداقك أو من دينك كان يكون قد استلف منها مبلغا فأنت طالق ووافقت المرأة وهي لا تعلم مقدار المهركام أو مقدار الصداق أو مقدار الدين كأن تكون جاهلة ففي هذه الحال لا يقع الطلاق لأن الإبراء لم يصح أصلا بسبب جهلها فلم يوجد طلاق من باب أولى لكن لو قبضت المرأة يدها هكذا وقالت له خالعني على ما في كفي فقال لها خالعتك ووافق ففتحت كفها فلم يوجد فيه شيء هل يقع الخلع أم لا يقع يقع الخلع ويقع بائنا ولكن بمهر المثل عليها أن تدفع له مهر مثلها من النساء وشرط في الصيغة أن تكون بألفاظ تدل على الخلع أو ما في معناه لفظ الخلع هل هو صريح أم كناية لفظ الخلع صريح في الطلاق فمن قال لزوجه خلعتك أو أنت مختلعة هذا يصح أن يكون طلاق فلا يحتاج معه لنية لأنه تكرر على لسان حملة الشرع الحنيف تكرر على لسان العلماء والفقهاء وقيل إن لفظ الخلع كناية في الطلاق والأصح أن الخلع والمفاداة إن ذكر معهما المال فهما صريحان في الطلاق لأن ذكره يشعر بالبينونة وإن لم يكن معها مع كلمة الخلع مفاداة بمال فهو لفظ كناية ويتوقف على النية إذن القضية في موضوع الخلع أن يكون صريح أن يكون مذكور معه مفاداة بمال فإن لم يذكر فهو كناية جواز الخلع في الطهر والحيض يجوز الخلع في الطهر أي أن تكون المرأة طاهرة من الحيض وفي هذا الطهر الذي جامع الزوج فيه زوجته لأنه لا يلحقه ندم بظهور الحمل مدام الطاهر وهو يعلم أنه جامع فيتوقع حمل فهو لا يندم لماذا لأنها دفعت له المقابل وهو المفاداة وهو قد رضي بأخذ العوض ومن هذا يعلم جواز الخلع في طهر لم يجامعها فيه من باب أولى فإن جاز في الخلع الذي جامعها فيه فإن جاز الخلع في الطهر الذي جامعها فيه جاز في الطهر الذي لم يجامعها فيه ويجوز أيضا في الحيض يختلف عن الطلاق لأنها عندما بذلت الفداء لخلاصها رضيت لنفسها بتطويل العدة ولا يلحق المرأة المختلعة في عدتها طلاق بلفظ صريح أو كناية ولا إيلاء ولا ظهار لصيررتها أجنبية بافتداء نفسها ما معنى هذا الكلام لو طلبت المرأة من زوجها الخلع فخلعها وبعد أن قال لها خالعتك قال لها أنت طالق أو قال لها أنت علي حرام كظهر أمي لا يقع طلاق ولا يقع ظهار لماذا لأن الخلع سبق وهو بينونه قطعت سلطة الزوج على المرأة ومدام انقطعت سلطته عليها فلا يصح له أن يطلقها أو أن يظاهر منها وهذا طبعا بخلاف المرأة المطلقة الرجعية فيلحقها الطلاق يعني لو قال لها أنت طالق وبعد كم يوم أنت طالق مرة يقع الطلاق الثاني لأنها في الطلقة الأولى ليست بائنة بل هي الرجعية وهذا يقع في مدة العدة إلى انقضاء العدة يعني كل من طلقها طلق في مدة العدة يقع الطلاق طبعا لحد ثلاثة لبقاء سلطته عليها إذ هي في مدة العدة كالزوجة في لحوق الطلاق والإيلاء والظهار واللعان والميراث وغير ذلك من الأحكام الشرعية اختلاف الزوجين في دعوى الخلع يعني لو قال لو قالت المرأة خالعتك وقال هو لا اختلف لو ادعت المرأة خلعا فأنقر الزوج صدق الزوج بيمينه لأن الأصل عدم الخلع وبقاء النكاح فإن أقامت المرأة بينة برجلين يشهدان على ذلك عمل بهذه البينة وصدقت لأنه ينكر الخلع الزوج لأن الزوج ينكر الخلع إلا أن يعود ويعترف بالخلع فيستحق المال للعوض ولو اختلف في صفة العوض بل اختلف في الخلع نفسه لما اختلف في صفة العوض كدراهم ودنانير يعني قالت خال اعتق على دنانير وهو قال لا بل هي دراهم أو قدر العوض قوله خال اعتق بمئتين فقالت بمئة ولا بينة لواحد منهما ما فيش دليل مع حد من الاتنين او لكل منهما بينة وتعارضة هي معها دليل ومعها دليل ولكن الاتنين ضد بعك ارضوا عكس بعض في الحالة الزيدية التحالفاء كل واحد فيهم يحلف اليمين على كلامه ويجب بينونتها بفسخ العوض منهما او من احدهما والحكم في هذه الحال عند التخالف والتعارض الحكم بمهر المثل هذه الفقرة تحتاج منا الى وقفة تأمل ومدارسة لان الاصل في الناس الاختلاف والنزاع فالشيطان لا يتركهم يهنؤون بالحياة مع بعضهم وعندما توجد امرأة لا تستريح في زوجها مع زوجها وتفكر ان تفارقه فربما ان تفكر في الخلع لكنها ستتنازل عن مهرها او مؤخر صداقها او ستدفع له والمال فتنة يفتن الناس به فقد تطمع في هذا المهر او مؤخر الصداق ولا تريد ان تدفعه او ان تتنازل عنه فتفكر ان تدعي انها خالعت زوجها فاذا ادعت المرأة انها خالعت زوجها يسأل الزوج هل خالعتك اذا اذا وافق واعترف قبل الكلام على هذا وعليها ان تدفع له فان لم تدفع فعليها مهر المثل فان انكر الزوج وقال لا لم اخالعها ولم تطلب مني شيئا من ذلك يحلف الزوج يمين الله على ذلك ويصدق الزوج بيمينه لان الاصل هو بقاء النكاح الذي شرعه الله سبحانه وتعالى والنبي محمد صلى الله عليه وسلم يؤكد لنا هذا المعنى عندما قال البيينة على المدعي واليمين على من انكر والزوج قد انكر فيحلف اليمين ويصدق بيمينه هذه حالة الحالة الثانية ان يكون الاختلاف بين الزوج والزوجة ليس على اصل الخلع ولكنه يكون على العوض او الفداء او المال الذي سيدفع كأن يختلف على نوعه فتقول المرأة خالعتك على دراهم وهو يقول لا بل خالعتني على دنانير فالدراهم اقل من الدنانير وهي تريد ان تخلعه بالاقل وهو يريد ان يخلعها بالاكثر لهذا قد يختلف في نوع العوض او الفداء فعلى سبيل المثال في عصرنا كأن تدعي الزوجة انها خالعته على صداقها وكان صداقها بالجنيه المصري ويقول الزوج لا بل خالعتك بالدولار الامريكي فهذا اختلاف في العوض في الخلع في عصرنا انتوا عارفين طبعا الدولار بكم جنيه والجنيه مالوش حاجة جنب الدولار في هذه الحال يسأل كل واحد منهما عن بينته ان كان مع احدهما بين عمل بها فان لم يكن معهما بين تحالفا كل واحد فيهم يحلف اليمين ويفطرق على مهر المثل وان وجد مع كل منهما بين وتعارضة كل واحد معهما بين ضد الاخر يحلف اليمين الاثنين ويفطرق على مهر المثل هذا والله اعلم اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم على امل اللقاء بكم في حلقة اخرى من الفقه الشافعية اترككم في رعاية الله وامنه والسلام عليكم ورحمة الله